وساسة العباد المشار هنا في هذا العنوان من الزيارة الجامعة الكبيرة إلى سياسة محمد وآل محمد في العباد وتدبير أمور العباد إنما ذكر بهذا العنوان في الزيارة بعنوان سياسة العباد فالعباد هم المظهر الأجلى من المخلوقات التي يسوسها محمد وآل محمد وسياسة محمد وآل محمد للعباد لها مظاهر ومراتب وهذا ما سأتي على بيانه نلقي نظرة إجمالية على بعض من آيات الكتاب الكريم فنذهب إلى سورة القلم في سورة القلم في الآية الرابعة الخطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أنا لست هنا في مقامي شرحي هذه العبارة هذه الكلمة التي لا تستطيع لغة العربي بكل ما فيها أن تشرح معناها وإنك لعلى خلق عظيم وإنما نفهم من معانيها ما يرشح في فناء الآيات الآية هنا تتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله والمراد من الخلق الجنبة النفسية والجنبة العملية التي تكون جهة ارتباطه بالمخلوقات الأخلاق ما هي الأخلاق هي التصرفات التصرفات الفعلية والقولية التي تنشأ من حالة النفسية الإنسان حينما يصدق في قوله فهو يتصرف بتصرف فعلي وقولي لكن هذا الصدق من شأه من أين أتى من شأ الصدق في نيته الداخلية هو صادق فيما بينه وبين نفسه في داخله صدق هذا الصدق يترجم إلى قول وإلى فعل في الحياة فالأخلاق فالأخلاق هي جنبة قولية وفعلية من شأها ومردها إلى جذور نفسية إلى جذور معنوية في باطن خلجات النفس البشرية وهي الجهة التي يتعامل بها الإنسان أو يرتبط بها الإنسان مع غيره خلق الإنسان ليس فقط مع الإنسان حتى مع الحيوان حتى مع الجماعة كيف يتعامل الإنسان مع الجماعة كيف يتعامل الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها كيف يتعامل الإنسان حتى مع الحيوانات لكن المنظور بالدرجة الأولى هو تعامل الإنسان مع الإنسان كيف يتعامل الإنسان مع الله وهذا أيضا من مراتب خلق الإنسان في التعامل مع الله وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم بالدرجة الأولى مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يصف نبيه بأنه على خلق عظيم حين يتعامل مع الله فالنبي محمد صلى الله عليه وآله رسول والرسول له جهة يتعامل بها مع مرسله وله جهة يتعامل بها مع من أرسل إليه وله جهة يتعامل بها مع نفس الرسالة هناك مرسل وهو الله وهناك رسالة يحملها الرسول وهناك جهة أرسل إليها الرسول حينما يخاطبه الباري وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم مع الله مع الرسالة مع الذين أرسل إليهم وهذه هي مادة السياسة هذه هي المادة التي يسوس محمد وآل محمد محمد وآل محمد بها العباد وإنك لعلى خلق عظيم الخلق العظيم هو مادة هذه السياسة سياسة محمد وآل محمد مادتها وطينتها وجوهرها هو هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم وهذا المعنى لم يتجلى لنا ولم يتجلى لكل الكائنات بتمام حقيقته لماذا؟ لأن كل الكائنات دونهم في الفضل وإنما هم يتعاملون مع الكائنات بحسب حاجة الكائنات يتعاملون مع العباد بحسب حاجة العباد هذه الآية حاكمة على كل المعاني التي جاءت في الكتاب الكريم تحدثنا عن أخلاق رسول الله هذه الآية هي الآية الحاكمة هي الآية العليا التي لها اليد المبسوطة على سائر الآيات الأخرى